هذا أحد علماء الأشعارية في زماننا هذا أحد آئمته سيقول كلاما أنا أريد منه شاهدا مهما الذي يقول مثلا لله يد لكن كما يليق بجلاله هو يسأل عن قول لله يد كما يليق بجلاله هذا القول الذي يقوله كثير من المنتسبين للسلفية ويظن أنهم لما يقولون هذا القول فقد جعلوا فرقا بينهم وبين من يحرف معنى يد الله سبحانه وتعالى فهل الأشعارية أنفسهم يرون ذلك؟ يرون أنك عندما تقول لله يد تليق بجلاله أو على ما يليق بجلاله فهل الأشعارية تركك من الصغار أتكلم عن هذا إمام له يرى أن كلامك هذا معارض لعقيدته؟ هذا القول ليس تشبيها محضا لكن الأليق والأحوط لو فرضنا إنسانا قال هذا الكلام ولم يريد أن يقول ليست جارحة ولا عضوا من مجرد هذا القول أنا لا أستطيع أن أقول عنه إنه مشبه طبعا هم بالنسبة لهم كل من يثبت صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها مشبه فهو يقول إن هذا القول لا يعني التشبيه بالنسبة له بالتالي هو قول لا يتعارض مع عقيدته ليش؟ لأن الأشعار ليس عنده أشكال أن يقول الله سبحانه وتعالى في السماء على ما يليق بجلاله لكن سأله ما معنى هذا الكلام عندك سيقول في السماء يعني مكانته عالية فهنا إيش صار الموضوع في التفصيل كلمة على ما يليق بجلاله على ما يليق بعظمته على ما يليق بالله هذه بالنسبة له تعني التحريف لهذه الصفة مثلا لله يد على ما يليق بكماله وجلاله إيش الذي يليق بكماله وجلاله عند الأشعار هو أن يد الله سبحانه وتعالى معناها القوة فالذي يليق بكماله وجلاله أن تكون اليد هذه التي تنسبها لله معناها القوة فهمت كيف؟ فأنا أردت من خلال هذا المقطع أن أبين لك هذا الأمر لكي لا تغتر ببعض الناس الذي يأتيك ويقول شوف فلان قال لله يد على ما يليق بجلاله إذن ليس أشعريا مسأله إيش معنى يد على ما يليق بجلاله لو كان سنيا يقول يد حقيقية لله سبحانه وتعالى يطوي بها السماء يوم القيامة خلق بها آدم عليه الصلاة والسلام خط بها التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام نثبت لله سبحانه وتعالى هكذا على ما يليق كلمة على ما يليق بجلاله بقى عندنا إذا قلناها فنحن نقصد أن يد المخلوقات يد النملة تليق بالنملة يد القرد تليق بالقرد لن تكون يد القرد كيد النملة صح ولا لا فييد النملتي تختلف عن يد القرد يد الإنسان تختلف عن يد البرص مثلا فهمت كيف؟ فييد البرص لائقة بالبرص يد الإنسان لائقة بالإنسان يد الإله لائقة بالإله كيف شكلها لا ندري طبعا عند الإشعارية أساسا ليس لها شكل لأنها قوة شكرا